اشتركوا في القناة 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 منه طيب بالاضافة لكذا انه هو بيعرض عن ايات الله تبارك تعالى اذا تتلع عليها اياتنا ولا مستكبرة يقول اي رجع في كبرياء ولم يستمع اليها كفرا وعنادا وكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرة اي فقل يمنع من السماع كالصمم كأنه اصمم يعني كأنه هو ليس اصمم هو يسمع ولكن هو يعرض عن السماع فهو في سماع الحق كالاصم لا يريد حتى ان يسمعه كفر لماذا ان الفطرة في القلب بتنادي الانسان اول ما يسمع الحق تناديه ان هو يزقي اليه فالانسان عنده كبر عنده عناد عنده غير ذلك من موانع الايمان هو يعالج نفسه الا يسمع لا يريد ان يسمع واذا سمع لا يريد ان يتدبر فهو كأنه لا يسمع وهذا هو يحاول ان يصل الى تلك الحق هو يحاول ان يصل الى تلك الحق هذا يمعني الكلمات المتعلقة بهتين الايات اما المعنى الاسماري لهم فيقول لما ذكر تعالى عباده المحسنين واثنى عليهم بخير ورشرهم بالفلاح والفوز ذكر صنفا اخر على النقيد من الصنف الاول فقال ومن الناس هي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير ايب وبعض الناس وهو النظر من الحالف يشتري لهو الحديث اي الرناع اذ كان يشتري الجواري المغنيات ويفتح ناديا لله والمجون ويدعو الناس الى ذلك ليصرفهم ليصرفهم عن الاسلام حتى لا ينهيسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقرأوا كتاب الله اذا من هنا ممكن تجد بعض المفسرين في هذه الايه لا يفكر قصة النظر من الحالف اصلا لان تفسير الاية من حيثه معناها غير مفتقد لمعرفة قصة النظر من الحالف هي معناها الايات الكتاب هي ايات الكتاب الحكيم ومع هذا هناك من ينشغل عنها بانواع من الباطل يدخل فيها كل الانواع هذه الانواع من الباطل طبعا معرفة سبب النزول بيقوي المعرفة بالاية ولكن يبقى انها تعمل على عموم لغها هذه الاية من ورد مسعود الله عنه مسؤل عن لهو الحديث هنا قال والله إلا هو انه الغناء فابن عباس جعل من معاني هذه الاية الغناء ويعني به الغناء المصاحب بالمعازف وتفسير كما نفصل القرآن بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوان الصحابة رضي الله عنه طبعا وهذا القول ليس يعني منفردا ولكن يضم الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون انه أقوان من أمات يستحلون الحرة والحررة والخمرة والمعازف قال يستحلون انواع من المحرمات منها المعازف فمعنى كده ان المعازف محرمة ويأتي من يستحلها في آخر الزمان وقد واقع كما أخبر المبيه صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث مع تلك الآية مضموم إليها سبب نزولها مضموم إليها قول مسعود يستفد منها حرمة المعازف ويبقى الأصل في المعازف الحرمة إلا ما افتفنا الدليل ماذا الذي افتفنا الدليل استفنا الدف طبعا يعني واضح جدا الدف شيء مختلف عن بقية المعازف يعني الدف اللي هي الطارق أو حاجة شبه هذا الطابلة مش الطابلة العادية الطابلة الوسعة جدا دي فأذنى الشرع فيها الناس بيحتاجوا في الأفراح في المهسبات إلى صوت يعني يعلنون بها عن فرحهم لكن لم يأذن في الألات الموسيقية المعقدة فيما على ذلك التي بالفعل يمكن أن تؤثر في النفس تنظر مثلا في الموسيقى تجد من أصغى إليها حتى ربما من استمع إليها مكرهم يعني لو أنها اخترقت أذنيك رغما عنك تجد إنها تجذبك إلى ما تريد يعني تتفاعل مع أحوال الحزن والكهابة وأحوال الفرح وأحوال الصخط ويعني لذلك سميت بخمر النفوس سميت وتحت شعارة تحت هذه الموسيقى تروج أشياء لا يمكن العقل أنه هو يقبل أن يقولها لكن لما تيجي فوق نهاية يقولها تسمعوا أغاني كتير عن ذنب القدر وفي المقابل عن نسبة النعم إلى الحظ والدنيا اللي بتلعب وأشياء من كتير من الألفاظ دي أنت كرجل يعني أي واحد مسلم إذا حصلت له مصيبة يقول إنها ليه رجعون وجات له نعمة يقول الحمد إنها كل المسلمين كتير لكن لما يبقى في جو الأغنية يقبل عكس ما هو معتاتك عكس ما هو مربع عليه إنه يعني يصبر عند المصيبة ويقول إنها ليه أنا لجرعون قد الله مش أفعل أو غير ذلك ويشكر عند النعمة لكن هو في جو الأغنية ما فيعملش كتير ويسمع الأغنية ويتجاوب معها ويقولها ناكبا عن الكلام على الشهوات والحب والغرام والعشاء دي كلها اللي أيضا يعني يخجر العقل يكلموا الكلام ده لكن لما يقول وسط الأغنية عات هو يقول ويسمعوا أولاده ويسمعوا بناته ويسمعوا ويشتغل في الشارع وهو متكل فالغداء المصاحب بالموسيقى يعني خمر النفوس يتلاعب وذلك لم يأذن حد يقول له هو صوت جميل هو أكيد صوت جميل زي الخمر فيها لذة لكن فيها مفسدة أعلى من هذه اللذة خلق الله عز جل فتنة وابتلاء حيث من يصبر عنها في الدنيا يسقى يوم القيامة من خمر ليس فيها هذا النصب وفيها اللذة الصفية أن من يصبر عن هذا الموسيقى في الدنيا يرزق يوم القيامة يعني سماع الحر العين نعم نعم هي فيها شيء أكيد ونفس تحبها ليه لكن هي من جملة الأمور التي فيها كما قال الله عز اللذة الصفية عنها عن خبر والميسر قل فيما اسمهم كبير ومنافع الناس واسمهم أكبر من نفعهم الشرع اختفن من هذا لا 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 تعد ألة موسيقية بالمعنى المعروف يمكن أن تؤدي الغرض في عرص أو في عيد أو عند قدوم غائد أو عند احتفال مناسبة تؤدي الغرض دون أن تكون فيها النغمات المعقدة المركبة التي تستطيع أن تنتزع من النفوس يعني وتتلعب بها وتوجهها أينما شاء يعني كان هذا ما يتعلق بها الآياتين التي تتحدث عن لهوة الحديث في مقابل آيات الكتاب الحكيم وما فيها من حكمة وما فيها من جدى وما فيها من رحمة وأن لهوة الحديث يجغن أو يصد عنها طبعا أعلى الصور أن يكون هذا بعمد وقصد كما في قصة النظر من حالف أو حتى ما يحدث قدرا واتفاقا والعل يعني هذه مأساة معيشها في زماننا في شهر رمضان لدرجة من الأمور العجيبة يعني ممثل وصاحب قناة فضائية من التي يعني يعني يعرض على شاشتها مسلسلات وكذا في رمضان ليلا كل منهم كل منهم كتب يعني على موقع تواصل اجتماعي انه بريء من الذنب الناس اللي هيعودوا قدام الحاجات دي وما يروحوش للصلاة وبينصح الناس ما تضيعش ركعة عشان المسلسل بتاعي وما تضيعش جزء من القرآن كنت نوي سبحان الله يعني هو شيء من لو قلت يعني هتقول يعني نزاع في النفس بين عمله وكذا وبين شعوره فعلا ان هذا صد عن سبيل الله وانه ده حيعطى الناس عن ركعات وحيعطى الناس عن قراءة القرآن على اي يعني نسأل الله ترك تعالى العافية أن يهدينا ويهدي مساء المسلمين الى الانتفاع لهذا الكتاب الحكيم والقعد عن ما يصد عنه من أنواع اللوي واللوي وأقول خبير السلام وعش السلام وعش قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة